تمكن فريق من العلماء من محاة داسمان للسكري بدعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبالتعاون مع جامعة الكويت ووزارة الصحة من نشر دراسة مهمة تبين إمكانية حدوث اندماج بين سلالتين مختلفتين من فيروس كورونا المسجد مما ينتج فيروس أكثر عدوى وبأعراض أشد الدراسة التي نشرت كمسودة في نوفمبر من العام الماضي اعتمدت على تحليل أكثر من ألفين شفر جينية بفيروس كورونا حول العالم ووجدت مؤشرات قوية على حدوث ذلك الاندماج والذي يؤدي إلى نشوء سلالات فيروسية أكثر خطورة يمكن أن تنتشر بشكل أسرع وتودي وأيضا تؤدي إلى تفاقم أعراض كوفيد 19